إذن أسعد باستضافة اليوم ضيف جانا من مدينة غردايا وإليت غردايا ناسنا وإحبابنا نحييهم وجولهم تحية خوتنا بن ميزاب وأيضا العرب يعني كلهم هما يد واحدة أسعد باستضافة وسيم ونقول لك صباح الخير صباح النور يعطيك صحة شكرنا للاستضافة أخي عمار وصباح الخير لكم من الشعب الجزائري اللي رايشوفين كيفاش حتى نختاروك يعني رايشوفوا هذه الجائزة اللي رايش أمام الآن كما رايشوفوا مشاهدنا الكرام هذه منحها لك يعني بودكاست الارابية أحكينا عن هذه الجائزة تفضل بودكاست الارابية هي مسابقة دارها الموقع تاعها بودكاست الارابية للمدير تاعه يوسف بعلوج اللي نقدم له تحية بيانسير هي كانت أول مسابقة دارها شاركوا فيها قريب مئة مشاركة نورما مئة مشاركة من عدة دول سعودية العراق تونس المروك والزاير ومن هذوك المياه شغلت أهل وغير عشرة برك أهل وغير عشرة من بعد هذوك العشرة يوقع بينهم تصفيات فيها لجنة التحكيم فيها نعم صحة وش من عام كانت هذة الجائزة اللي منحوها لك الجائزة الأولى يعني تاع البودكاست الارابية هي المسابقة دارت العام لي فات نعم دمي الساز مصح تروفي هذة الديتو في ديسمبر هذة في ديسمبر هذة برك منحوك هذة الجائزة وين كانت تكريم؟ كان في القاع الحمراء في الحامة في الحامة هذة في المكتبة الوطنية المكتبة الوطنية شي جميل غيفي الكريم ربما هذة هو حاجة تحفيزية مشجعة باش تواصل في العمل لك تقوم به هذة الجائزة لما منحوك إياها أصف لي هذة الشعور خلينا كما نقول ونخرجوا شو يندي فيو على السوجي دينا كي أعطاوك هذة الجائزة وشن هو الشعور ديالك إحساس كياني حتلت المرتبة الأولى كي أعطاوني الجائزة كشغول جيت إنسان يعني يهتم بهذة المواهب نعم اللي هو يوسف بعلوج مدير الموقع بس كبلا به مرناش وشرا نظركا عاونا بزاف فتحنا الموقع تاع بودكاست الارابية ونشكرو على كل حال على الطروفي هذة اللي يمدوا لي تعال المسابقة جميل جدا